بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين عبر اليوتيوب متابعي قناة الإعلامي عبد الناصر زدان وقناة كورة بلدنا معكم أحمد السيد ومفاجأة جديدة استمرار تفوق النادي الآلي أفريقيا على نادي الزمالك واستمرار النادي الآلي تصدره للأرقام القياسية أفريقيا وذلك بعد هزيمة نادي الزمالك من فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الزهاب في المغرب بهدف نظيف في الضقائق الأخيرة موقع في الجول بصراحة هو اللي انفرض بهذه الإحصائية وبصراحة ندي لكل ذي حق حقه وقال استمرار النادي الآلي في القمة كأكثر الفرق المصرية صمودا على الناحية الدفاعية في المستوى الأفريقي يعني قال إن الأهلي في بطولات أفريقيا سواء دوري ولا كونفدرالية دوري أبطال أفريقيا أو كونفدرالية الأهلي قعد 781 دقيقة دون أن تهتز الشباكه بأي هدف كأكثر الفرق مصرية دفاعا وصمودا في الناحية الدفاعية في البطولات الأفريقية الزمالك بعد هدف اتحاد أو ابنهضة بركان المغربي في الدقيقة الرابعة من الوقت بضلت ضيع تاريبا فشل في تحطيم رقم الأهلي القياسي أصبح 750 دقيقة فقط صمود نادي الزمالك على المستوى الدفاعي 750 دقيقة يعني فارق تاريبا 31 دقيقة وكان بمقدور الزمالك لو مسك نفسه شوية وخلص مباراة الزهاب 00 ومر 31 دقيقة حتى في مباراة العودة ولا قدر الله كان دخل فيه هدف كان تصدر الفرق المصرية كأكثر الفرق مصرية سمودا في الناحية الدفاعية في مبارايات متتالية في البطولات الأفريقية ولكن يظل النادي لالي صاحب الرقم القياسي في هذا الشان كأكثر الفرق سمودا من الناحية الدفاعية في مبارايات متتالية في البطولات الأفريقية لكن رب ضرت النافعة لأن هزيمة الزمالك وهدفه اللي دخل في مرمى في الوقت بدل الضايع ممكن يفوق اللعيبة في مباراة العودة محدش عارف كان ممكن تكون مباراة الزهاب اللي انتهت بواحد صفر لنهضة بركان لو كان انتهت صفر صفر كان ممكن الأمور تتغير شوية فربما هذه الهزيمة تخلق يعني بعض الدوافع يبقى عندهم موتيفيشن كده لعبت الزمالك قبل لقاء العودة لأحد القادم يعني حضراتكم أكيد هتبعوا استعدادات الزمالك وأزمات الزمالك بعد المباراة وتصريحات رئيس النادي كل ده تبعوه مع الأستاذ علاء حمام وتغطية خاصة لكل الكواليس داخل نادي الزمالك لكن رئيس النادي طلع ولا هصرف لمكافات للعيبة لكن الجهاز الفني لأ قال لنا الجهاز الفني ما غيرش كل التغييرات قال انه حزين على هذه الهزيمة مش ضم وضعنا ولكن الزمالك بلعب مبارتين في نهاية الكونفدرالية هزمة في مباراة الزهاب واحد صفر أكيد كان الأفضل أن المباراة تنتهي بدون هداف لكن هناك مباراة عودة في القاهرة أو عفوا في برج العرب بالإسكندرية الأحد القادم الزمالك قادر على التعويض والفوز بهذه البطولة وربما يكون الهدف اللي دخل في مرمى الزمالك في الدكاق الأخيرة هو ده اللي يدي حافز ويشجع الجمهور للحضور والموازرة ولعبة الزمالك تتحرك علشان يفوزوا بالكونفدرالية ويرجعوا ويبقى أول بطولة للزمالك في الكونفدرالية زي ما الأهل عملها وأصبح أول فريق مصري يفوز بالكونفدرالية الأفريقية كان مهم بس أن دي الساعات الأخيرة بتتكلم عن هدف الزمالك وجماهير الآلة التي أصبحت منقسمة ما بين فريق يشجع نادي الزمالك بأتبار فريق مصري بيشارك في الكونفدرالية الأفريقية وما بين فريقا يؤيد عدم تشجيع الزمالك باعتبار أن الزمالك بلعب باسم الزمالك أنا كأهله وأشجع عليه الزمالك وده سجال وجدال في كل أنحاء العالم حتى في دوري أبطال أوروبا وفي النصف أوروبا لما مثلا يبقى برشلونة الأسباني بلعب في نهاية دوري أبطال أوروبا يقولك طب أنا مشجع ريال مدريد أشجع برشلونة ليه؟ أنا فريتي ريال مدريد وفي ناس تقولك لأ شجع برشلونة لأنها بتلعب باسم برشلونة الأسباني الأسباني وفي ناس تقولك لأ ده هو برشلونة الأسباني مثلا ما بقاش فيه لعبة غير تتعد بليد من أسبانيا والاحتراف غزى العالم كله وأصبح لغة الانتماء هو التيشرت اللي بتلعب بيه دي قضية جدلية وموجودة في العالم كله وهي دي متأت قرة القدم على العموم هزيمة لنادي الزمالك بهدف نظيف ولكن الزمالك قادر على التعويض في لقاء الأحد القادم هتشجع الزمالك مش هتشجع الزمالك بعتولنا وقولولنا أهلوية زمالكوية كل الزمالكوية وراء نادي الزمالك وكل الأهلوية في جزء منهم بيشجع وجزء منهم ما بيشجعش هي دي المسألة الجدلية اللي أنا بقول لها حضراتكم عليها وأتفضل موجودة في كرة القدم المصرية أشجع فريل منافس في بطولات أفريقيا ولا لا أيا كان هو ده كورة وهي دي حلوة كورة طيب سبنا من الزمالكوية ويوم الأحد القادم الموعد هل يفوز الزمالك زي ما عمل الأهلي قبل كده ولا لا طيب هاخدكو ونروح سريعا للنادي الأهلي وأجتماع فني ناري ما بين الخطيب و لا سارتي لم يستمر سوى عشر دقائق ولكن عشر دقائق الخطيب كان واضح أنه هو مطرجت ومركز وقعد مع لا سارتي تفتكروا الخطيب عمل ايه مع لا سارتي هو ده اللي هنعرفه مع حضراتكم خلال الدقائق القادمة كابت محمود الخطيب اتكلم على سارتي وقال له لابد من الفوز في كل المباراة القادمة قال له عندك مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء القادم عندك مباراة مقاولون العرب عندك مباراة الزمالك قال له أنا مش هقبل إلا بالفوز في كل المباراة القادمة واتكلم معاه قال له ايه رأيك في إمكانية تأجيل مطش الزمالك فنيا شايف الموضوعي طب لو لقدر الله تقال زي ما تردد في بعض وسائل الإعلام تأجيل مطش المقاولين شايف الموضوعي فكان حابب كابت محمود الخطيب يفهم وجهة النظر الفنية بتاعة لا سارتي في موضوع الموجلات ده شو هنبسي بالكلام واضح وأكد كابت محمود الخطيب ثقته في الجهاز الفني وجميع اللاعبين وأكد ضرورة الفوز في كل المباراة القادمة ودى المستة لا سارتي فل سابورت خصوصا ان الناس ولا قلت لكم بارح وانفرضنا نبعد السحف التشيلية قالت لا سارتي محطوط على قيمة الانتظار ولا سارتي جاي لعروض احتراف ولا سارتي هياخد الطيارة مفيش الكلام ده اه هو موضوع ومرشح بحكم موجود في النادي الاهلي وده طبيعي واتكلمت ما حضركم في الموضوع ده وبالتالي طبيعي ان اسم زي مدير فني يكون لا سارتي يكون مرشح في اي مكان لان انت بتضرب في النادي الاهلي فكابتل محمود الخطيب عمل جلسة فنية معه على سارتي لم تستغرق اكتر من عشر دقايق واكد على ضرورة الفوز في المباريات القادمة وطالب الجهاز الفني بعدم الحديث في اي امور سوى فقط الامور الفنية مع الفريق من اجل التركيز مع الفريق في الفترة القادمة طيب ايه كمان اللي حصل في الموران الجميل احمد الشيخ عاد للمشاركة مع الفريق احمد الشيخ رجع للمشاركة في تدريبات الجماعية بعد اصابة الحمد لله الشيخ لعيب مميز ومهم انه يرجع في الوقت ده علشان حتى يبقى قادر انه يكون في الملعب قبل تحديد مصير اللعيبة اللي مش هتكمل في الاهلي او اللعيبة حتى اللي ممكن تطلع عارة في الفترة القادمة كان الموران فني وبدني قوي جدا وايضا الجميل حسين السيد لاعب النادي الاهلي المعار اللي انا اعارته من الاتفاق السعودي بعد موسم ونصف من الاغارة شارك فيه يعني حضر المران وتكلم مع كابتن سيد عبدالحفيز خلاص اعارته انتهت ورجع بيقول لكابتن سيد انا ايه موقفي هعرف ايه كلام موجود معاكم الموسم الجاي وابدأ اشوف كابتن سيد قال له لسه بدري كابتن سيد عبدالحفيز قال لحسين السيد هيكون في جلسة خلال فترة توقف الدولي اثناء بطولة كسل امم الافرقية هنحدد فيها كل الملفات كل الازمات علشان بس الناس اللي عملها ترغي في هذا الشعب طيب مران الاهلي النهاردة النادي الاهلي تدريبات بدنية تحت قيادة اليخندرو خافير مخاطط الاحمال وكان فيه محاضرة فنية تكلم فيها لسارتي على نقاط القوة والضعف في فريل اسماعيلي بالمناسبة الاسماعيلي عمل مباراودية كده مع فريط الشباب بتاعته فريط الناشئين عشان تبقى مباراة خفيفة وما يكونش فيها ارهاق وايصابات احمد الشيخ شارق فيه المران بعد علام الظهر منتقى منها الحمد لله كابتن طريس سليمان مضارب حراس المرمى كان مخصص فقرة يعني لحراس المرمى شارقه فيها ما فيش اي مشكلة مؤمن زكريا ابتدى المران التاهيلي لتحت اشراف الجميل حسين عبدالدائي مساعد مخاطط الاحمال بعد فسخ اعارته طبعا من نادي احد السعودي كمان كان فيه تدريبات تكتيكية وفنية على بعض الجمل الفنية للاسارتي بانه يتطبقها فيه لقاء الاسماعيل يعني كان فيه تأسيمة كده شاهدت مشاركة محمد شريف وليد سليمان جرالدو صالح جمع ناصر مار حمد فتحي مروام محسن والفريط الدفاعي كان الشناوي وفي حراسة المرمى ومعاهم محمد هاني ومحمود وحيد اكتر من مرة ادى تعليمات لللعيبة بعدم اضاعة اي قوة يعني انا كنت حاضر من قريب مران في مران النادي لالي لسارتي كان بيزعى لللعيبة لازم تجيب الكورة يعني كان عامل تدريب كده فني فالفراودة بياخدوا الكورة وبيخشوا على حرس المرمى كان بيزعى لهم انه لازم الكورة تيجي هدف هو خلاص عايز اتيجي يعني ما تيجي سواء اذار ولا وليد قليد وليد اذار ولا صلاح محسن ولا مران محسن ولا حتى انا كانش لسه عامر جمال رجع وشارك في المران الجماعي كان بيزعى عايز كورة تيجي هدف بيحاول يعالج مشكلة اضاعة الهداف اللي بتلازم النادي لالي في الفترة الاخيرة عشان كده اللي صارتي اوقف المران اكثر من مرة موقف حسين السيد من عارته مع النادي لالي بعد ان تقع عارته زي ما قلت لكم من فريق الاتفاة السعودي لسه ما تحدتش لسه ما تحدتش الاتفاة السعودي لقب معهم اخذوا بالكو حسين السيد 34 مباراة بجميع المسابقات احرز هدفين وصنع هدف اخر على فكرة حسين السيد انا شايف مشواره مع الاتفاق السعودي كان جيد كان جيد وحسين السيد لعيب مميز وكان بيعتمد عليه في فترة من الفترات طيب عندي كمان يعني حديث داخل النادي لا لع موقف المؤجلات لا حديث في هذا الشأن ولا لأغلق هذا الملف من أجل التركيز لقال لإسماعيلي خلاص الاربعاء القادم في العشرة مثال لقال إسماعيلي ببرج العرب بالإسكندرية وبالتالي كل التركيز فقط لا غير في هذا الموضوع ايمن اشرف بأكد لكم خلاص شال الواقي وبيقدي بشكل كويس وبيتمرم بشكل كويس ما فيش أي مشكلة وبرضو مستلسارتي مركز على تثبيت التشكيل خلاص هو الراجل خلاص بأفاهم قدرات لعيبته كويس واعتمد على مجموعة معينة وشايفها بتقدي بشكل كويس وبالتالي ليه أغير الأول كان بيعمل عملية توريتيشن دي علشان هو بيشارك فكتر من بطولة لكن أنا خلاص أنا مقدميش غير الدوري وامتبت فيها زي ما بيقولوا وبالتالي خلاص هو الشناوي بقى حارس مارمى موجود ياسر إبراهيم أيمن أشرف ما دلهم ربيعة علمين أحمد فتح على الشمال صالح جمعة وبالتالي على الشمال عفوا علي معلول في الوسط السولية وحصام عشور وأيضا موجود طبعا حمد فتح اللي بيشارك صالح جمعة قدامهم وليد سليمان أجايي رمضان صبح الشحات جيرالدو وهو دي التشكيلة اللي بيشتغلوا عليها وهي دي التركيزة التشكيلة اللي بيعدلوا فيها فالتغييرات في المحدود لاعب مكان لاعب أو مركز مكان مركز خلاص هي دي بقى تشكيلة مستر مستر لسارتي في موران النادي الأهلي أعتقد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي مباراة صعبة جدا وأزمة في الأهلي في حالة عدم الفوز في هذا اللقاء لأن الأهلي بينوي عدم التفريط في أي نقطة وكل تركيز وزي ما بقول لكم كده يكسب كل مطشاطه في الفترة القادمة حتى حتى لا يخسر أي نقطة ويصبح بمقدوره هو الفوز بالأهلي يمكن رئيس نادي الزمالك في تصريحات في فيديو ونشره على اليوتيوب قال لي انسوا الأهلي يفوز بالدوري ده ده كلام أوانطة لا مش أوانطة الأهلي لو كسب كل مطشاطه هياخد الدوري ومش هيبقى فيه أوانطة فده رد مهم على تصريحات رئيس نادي الزمالك عيب تقول كده عيب لما تتكلم على الأهلي وتقول حسم الدوري ده كلام أوانطة آه طبعا الدوري لم يحسم لكن الأهلي فريق كبير زي ما الزمالك كبير الأهلي دلوقتي هو اللي ركب الدوري وبالتالي يجب احترام المنافسة والتنافس ما بين الفيرتين لأن التنافس ده فيه مصلحة القرى المصرية زي ما بيرامدز بقى موجود وبقى فيه تنافس الأهلي والزمالكو بيرامدز مهم جدا التنافس ده أنا احتفظ به فكرة الهبوط وفكرة أزمة الهبوط خلاص الموضوع ده انتهى هبط النجوم وهبط الداخلية والست سبع فرق اللي بيتنفسه على الهبوط ده هم دول اللي بيتنفسه واتحاد القرى أنهى تماما ملف الغالهبوط ده لأنه مش لوجك تيجي في آخر السنة وخلاص قبل الامتحان تقولي أنا مش مذاكر صعب قوي يعني بتمنى أن في هذا الملف نكون اتكلمنا مع حضراتكم في كل تفاصيل النادي لالي واستعداداته لمباراة الإسماعيل القادمة يوم الأربعاء المباراة اللي هتكون قمة لأنها دايما مطشاة لالي والإسماعيلي كده واتكلمت كمان مع حضراتكم فيها العديد من الأمور الهمة انتظرونا ان شاء الله وبإذن الله دايما نكون عند حصن ظن حضراتكم شكرا لكم ولكم مني جزيل الشكر والتحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته